موسيقى 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 في الصين يتبادل الإنسان موقعه مع الطبيعة فهي الأم التي منحته القدرة على الحلم والتأمل والصبر موسيقى وهو الابن الذي يبحث عن صحته في الحجر والغصن والأسطورة موسيقى فغدت أقدم صيدلية تحكي سر التلاقي بين العشب والحكمة والزمن موسيقى كي تنصاع التكنولوجيا وتقدم ما عليها في انسجام يجعل قلب الطب الصيني مهابا من تجهم الأمراض وعبوس الألم موسيقى 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 مبنى بقودا هذا المبنى الفريد يتوسط مدينة هانكزو الساحرة طبعاً في كل المناطق التاريخية يوجد كثير من الأساطير الأسطورة هو الجزء لا يتجزأ من الثقافة والتاريخ الصيني بني هذا المبنى في القرن العاشر قبل الميلاد نهار أيضاً في سنة 1923 بإسطورة أيضاً ولكن أكدت الحكومة الصينية بعادة إحياءه مرة أخرى في سنة 2002 وأصبح هذا المبنى الجميل كان يعتقد الصينيون بأن حجارة هذا المبنى فيه شفاء لهم فكانوا يتسللون ليلاً ويخطون حجراً منه حجر تلو الأخرى حتى نهار هذا المبنى بالكامل بهذه الروايات تأسس الطب الصيني ولكن الكثير اليوم لا يختلف بأن الطب الصيني أصبح علم متكامل موسيقى 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 اشتركوا في القناة شارع خوفان ستريت هذا الشارع اللي ما زال واقف منذ اكثر من الفين سنة والجميل فيه ان معظم المحلات اللي نشوفها موجودة هنا واقف ايضا منذ ذلك الوقت لكن ليس هذا سبب زيارتنا الى هذا المكان المميز هذا هو سبب زيارتنا الى هذا المكان اقدم صيدلية في كل الصين ما زالت واقفة الى يومنا هذا بنيت هذه الصيدلية في سنة 1649 ولا زالت واقفة لغرض واحد فقط للطب الصيني هذا الطب اللي بني على الخرافات ولكن اليوم لا يختلف احد بان هذا الطب اصبح علم يدرس هنا في الصين والدول الغربية ايضا خلونا نشوفها من داخل جميع العشاب موجودة في هذا المكان هذه العشاب فقط للراحة النفسية احنا ما نتكلم عن صيدلية احنا نتكلم عن مستشفى كامل متكامل جدا جميل شوف هذه القطعة العود هو نفس العود اللي احنا ايضا نستخدمه هنا يستخدمونه في العلاج هم في هذه الصيدلية يفتخارون باطباءهم بشكل كبير في هذه الصيدلية نتكلم عن اقدم صيدلية فنفس هذا الطراز كانت تستخدم في السابق ولكن اليوم ضفوا لها نكهة التكنولوجيا والنكهة الجديدة بإمكانهم ان يشوفون جميع الوصفات الطبية من خلال هذا الجهاز صيدلية كاملة متكاملة يعني نشوف حتى جذور نبتة الجنسن هذه النبتة اللي تستخدم فيه الكثير من العلاج هنا وطبعا النبتة مش رخيصة قيمة هذه فقط تصل الى 1800 دولار نستخدم أيضاً في الطب في كل أنواعها جميع أنواع الطب الشعبي يستخدم في هذا المكاؤل نحن نتكلم عن حتى القمح وحتى الزعتار نيهاو نيهاو وهنا أيضاً يطبخون هذا يعني مثل ما نشوف هو قاعد حالياً يطبخ عين الجمل مع العسل مع زيت زيتون والفلفل الأسود لعلاج بعض الأمراض في هذا المكان ما شاء الله مكان كامل متكامل اليوم الطب الصيني لا ينافس الطب الغربي بل هو يطغى على الطب الحديث والغربي موسيقى 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 أحاول أن أفهم أحاول أن أحاولاً أحاولاً موسيقى 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 شكرا لك أجل أتعلم أنني أنني أكل ما في المتابعة لديه الأول للمشاهدة ولم يكن لا يشعر بها نعم لم يكن للمشاهدة كمعينة على الناس أتعلم أنني سأتشعر لك يجب أن يجب أن تشعر بالنامج ونحن نحن لقد أستطيع أن أفتح بها. لذلك يجب أن تفيد من المتحدة. سأفتح بها. سأفتح بها. ولكن لا يمكنني أن أفتح بها. حسناً. فهي جيد. فهي جيد. فهي جيد. فهي جيد. فهي جيد. فهي جيد. أنا مستطع بمتعلم هذا. بشكل كذلك. شكراً شكراً جزوجي. شكراً شكراً. مالذيك أنا اُفتح بكل عام какك؟ نحن نحن نحتاج لكل عامة المؤسسس. نحن نحتاج لك. نحن نحتاج لك. شكراً؟ نحن نحتاج لك. كما يصبح لك؟ and doctor how do you see the western medicine and the most modern medicine today 首先中医跟西医有很大的区别 我们西医里面强调了尸体 而我们中医强调了一种企划的功能 中医它能够治疗喜多拟败的疾病 给中华民族的外影起的不可谋略的作用 中华民族的繁荣 比方说我们消化喜多的疾病 比方说呼吸这种疾病可受 比方说神经系统病是灭 比方说我们内心的疾病不阴不阅 阳尾等等都有比较好的疗效 Did you study doctor the modern medicine, the western medicine? Did you try to compare them with the Chinese medicine? 我们大学一定是要有西医的 所以我们大学院是四比六 六分中医四分西医 这种疾病的疾病 对我们今天用的疾病 只用了治疾病 所以他相信 那种疾病的疾病 必须要保持很大的疾病 在疾病 而无法治疾病 是大学培养 第二是时代图 还有一种人 即日时时代图 又是大学培养的 所以我们中医的培养是多途径的 古代的中医 基本上就是一代一代的水下来 好 现在可以回答 我没有想法 中國的疾病 可以解决很多问题 很多小问题 例如疾病 在脃迫 还有腿跟你疾病 但不愿为中国的疾病 可以解决一些特别的疾病 像病毒 或者其他很多特别疾病 معقول أن أحد أشخاصが فيديه أن يكونك من أشخاص كثير من الت نظام يمكن أن يكون تحفي مواد الكثير من الأشخاص مثل صوت النمو و Gru سيديه أدراك أن أشخاص كثير من الأشخاص مثل أشخاص أو كثير من الأشخاص اشتركوا في القناة 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 برويك مياه داخل هناك وتوصل أسعارها من ألف دولار إلى 24 ألف دولار اليارا قليل نشوفها طبعا يبدو لي أنك كل شيء له اسم سمينا ويتر ويتر يعني حيث أن هذا فقط طباخه وإضافة الكثير من المواد فيه يعطونه اسم هذا الاسم متوارث منذ مئات السنين مثل ما نشوف هذا أيضا ما حاولت أعرف مركباتها ما قدرت صراحها طعمها جدا غريب نفس البودرة وهذا طبعا نوع من نوع الزهور والفلفل الأسود هذا وهذا ورق الموز أيضا يستخدم ومثل ما نشوف أن هذا الشيء عبارة عن عسل وفيه مكسرات داخل ومضيفين عليه زيت الزيتون يطبخونه ويقدمونه بهذه الطريقة أتمنى إن شاء الله أن أكون بصحتك إن شاء الله المشاهدين يصلون إذا وصلوا إلى عمرك إن شاء الله أن يكون بهذا الصحة إن شاء الله شكرا دكتور شكرا دكتور بنيت الثقافة الصينية على الإنسجام مع الطبيعة مع التطور التي تشده الصين اليوم من عمران ومن التكنولوجيا إلا أنها منسجمة بشكل جميل جدا مع هذه الطبيعة الجميلة في الصين وحتى الطب الشعبي الذي نشوفه منسجم وجزء لا يتجزى من هذه الثقافة ففي الصين مؤمنون بشكل كبير لعلاج أي أمراض أو أي اختلال في الجسم يرجعون إلى الطبيعة وهم أيضا مؤمنون بأن الإنسان عندما يفقد توازنه يرجع إلى الطبيعة فالإنسان جزء لا يتجزى من الطبيعة الجسد تلك البدلة الأرضية التي تساعدنا على البناء والغناء والتذكر يجيء من الطبيعة ليعود إليها فهي أمه التي تعرف ما يريد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر